يا سايد احنا من عرض اتكلمنا عن جليس واضح ان الجليس دوات كلام عنه كتير بس احنا محتاجين فعلا ننتبه ايه احنا في البيت في البيت ايه ركن في البيت احنا في البيت بنحب في البيت احنا في البيت ما عندناش انا قاسب زنب في البيت ما عندناش مؤامرات في البيت ما عندناش مخاوف في البيت احنا في البيت عايزين نبقى امينين فبلاش نحول البيت دوت إلى مكان فيه أوامر وفيه رعب وفيه خوف خلينا في البيت دوت نحس أن احنا رحنا لوحة السلام ووحة الأمان وده مش هيحصل غير لما نحس أن احنا في البيت أشخاص آخرين احنا نفس الأشخاص بس عندنا أدوات تانية ومهارات تانية وحياة تانية في البيت غير الحياة اللي احنا بنعيشها في الشغل ودوت على فكرة مش فصام بالعكس ده هو دوت عين النظام هو ده عين معرفة ما أقامنا فيه المولى العلام سبحانه وتعالى هو ده أخلاق الكرام أن الواحد يعطي لكل ذي حق حق يربع عيننا على أن احنا نكون جدين في أن احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقاتنا ونحافظ على حياتنا ما نسبش العمل بتاعنا أبدا يضغى علينا ويفسط حياتنا ويخلينا نتحول إلى آلات وإحنا في الحقيقة كائنات حية مليانين بالهبات يا رب أكرمنا وأعننا على أن احنا نكون في خير حال ونكون دايما في أحسن حال عندما نشعر بأن مددك يجعلنا أن نستطيع أن احنا نعيش ألف حياة لأن بنعيش بمدد وإن تعد نعمة الله لا تحصوها يا كريم يا رب العالمين أمدنا بمدد في كل وقت وحين وحين موسيقى 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 موسيقى